سلام وشارككم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة مرحبا بكم معايا في فيديو جديد معاكم ايمان حمدي اليوم احبيت نشارك معاكم هاد الوصفة مليحة بزاف للقوتي تعدالي صغار بما انه يعني الدخول لمدرسي ولدنا كامل حيدخلوها كده يقرؤ حبيت نقترح عليكم هاد الفكرة هادي تعلي باتوني وشوكولا انا نديرهم بزاف لولادي ولا البتيفور بسكو هي وصفاتي بتيفور وشوكولا تجي من اروع ما يكون وصفة بسيطة جد سهلة توجد بالخف والطيب بالخف وزيد بزيادة شوفوا كيفاش يعني يجوا شابين يعني كما ديروهم كما يقعدوا ما يخسرش كامل الشكل ولا القاوم تحوم ويدوبوا في الفم بزاف بنان وما فيهمش كامل مكونات بزاف لكم بزاف سهلين وصفة نجحة مليار في المئة بزاف بزاف بنان وقد ما يقعدوا قد ما يزيدوا يولوا بنان نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاة والسلام ونرحوا مباشرة في المقادر هنا يا نقدرت في البيتخان تحبوا ديروا بالباتور ديروا بالباتور يكون احسن انا برك باش نربح شويا وقدرت ميتين وخمسين جرام تعمار غارين طرية اي نوع وكما شتوني خمس مغارف كبار تعمار غارين طرية بالملعقة درت قرصة تعمل الملح ونضرب ملح هذه الزبدة مع المارغارين حتى نشوفها بدأت تخفف شوية ولي كيمالها كلا موبر هذه نقطة جدا مهمة وهذا هو السر تعمل هنا يا راني نفرغ خمسين ملي لتر تع الزيت ستين يعني واحد الفنجال صغير هاك تعلتين ما يكونش معمر شتو يعني كمية شحل صغيرة مش بزاف نفرغو هاكده يا غير بالعقل ونخليه زيدي تخلط ملح مع الزبدة ونقدرت هاد النكهة هاديا تعل اللوز الحلو الحلو عفوا بزاف بنينة تاع تاع سماعيل هايلا من اروع ما يكون دي جاريحتو بنتو بزاف بنين ميجيش كامل مر ميجيش كامل فيه لغير قو تعلوز هادك هادك اللي جيباين ويمشي تخي تخي بيان فليغاتو ساك وسختو فليغاتو ساك وشوكولا هنا يا راني نخلط ملح يعني نرفض فاديك الباسينات على الباتر بسكو يعني را كونتيتي صغيرة وان الباتر تاعي هادا يفيد خان تاعي كبير اه لغ باش نتقيس كامل جوانب ونبدأ هنا ينضيف في البيض بعد ما هادك الزيت يدخل الملح مع المكونات هنا يا البيض اه نرمال بيضاتين في الوصفة هادي الى كان البيض كبير انا البيض تاعي بزف صغير يعني درت البيضة اللولة خليتها حتى تخلطت ملح واحد زوش تقايق ولا ثلاثة من بعد ضفت البيضة التانية كيف كيف من بعد انا مقدرش ندير نص بيضة يعني درت صافر يعني درت بيضاتين وصافر بس كان البيض تاعي بزف صغير الى البيض تاعكم كبير ديروا غير زوج بيضة هادا ما كان وخلي البيض هادا يزيد يتخلط ملح مع الزبدة والسوخة غلاس فالا شوفوا رقابة متاعه هنا خلاص نحبس ونبدأ نضيف في النواشف عندي هنا زوج مغارف كبار مع ملحة كاكاو اللي هما خمسين قرام كبار عمرهم بيا وعندي ثلاث مغارف كبار تعميزينة ثلاثة كيف كيف اللي هما خمسين ولا ستين قرام الميزينة رايح تعطي وحد الخفة اللي بتيفور وتخليهم وهي اللي تخليهم يحافظوا على الشكل تاحهم بس كوهاد لاغوسات ما فيهاش لا ليفوغ مكله جوني في التعليقات وتقولوا لي درتي ولما درتيش خميرة الحلويات الوصفة الاصلية على البيتيفور ما فيهاش الخميرة وعندي هنا يا تلت كيسان تعفاني نام عمرين ملح وممسوحين انا الكاس تاعي هذا يرفض مية وخمسين قرام ما عندها الفارينة هنا اربعمية وخمسين قرام انا الكاس هذا تاعي يرفض اقل من ميتين وعشرين ميليلتر يعني يرفض ميتين ميليلتر انتو ما مشينا نبخت كاس تروحوا تكيلو به شوفوا الكاس يرفض ميتين ميليلتر هاداك لتكيلو به الفارينة ولا من احسن نوزنوها احكم ورطل نحيو منو شوية ووالا هنا قدرت كامل كامل نواز شوف كيف كيف ونبدأ ندخل فيهم هكذا بالاسباتول ولا ديرو بمغرف تحت طب وخلطهم ملح يعني خلطوا عادي ما تخافوها ما تهبط معوالو شوفوا القاومتها كيف تجي متجيش ناشفوه متجيش يبسة بزاف لابوش ومجيش بزاف اطرية ودرت هاد لابوش عادوي العادوي تاع بتيفور فيها بزاف سنان ويكونوا رقاق هادي كيالي تستعملوها البتيفور هنا يا جبت سنوا درت فيها بابي كويسون هاد البابي كويسون تحبو ديروه تحبو ما ديروش ادهنو شوية سنوا تعاكم بشوية تاع مارغارين وخليوها تنشف بش يلسقو لكم كي تكونوا تبوشيوا فيهم ودرت هم بهاد الشكل هادا يا هنا يا ملتحت نجي نسقمو معك دا يا ملح بش يطيبو لي شابين انا درت حبيبات كبار درتهم دي باتوني يعني غلاستهم بشوكولات ملسقتش زوج مع بعضاهم والاخرين صغرتهم شوية وليت لسقت حبا مع حبا بالمعجون افوالا اهنا قلبت لكم الكاميرا بش تشوفون ملح هادي اهنا هادي جا تبدأ تنشف هادي كلابات تبدأ تنشف لازم تخدموها تغاولوا شوية مش تخليوها هاكا كعليانا بس كل فعالين انا هادي تعالباكيات وعلا احنا يتبان لكم ملح كيفاش عانين ننبوشي فيهم وسجموهم من تحت هنا الشكل ديروا الشكل اللي حبيتونتو ما مش يلازم ديروا هاد الشكل تقدروا تديروا بها لبتي فوق نورمال والطياب يطيبوا من مية وتمانين حتى المية وتسعين درجة ماكسيموم انا الفرن تاعي طيبتهم على مية وخمسة وتمانين درجة ومدة خمستاش ندقيقة ربع طاش حتى الخمستاش يطيبوا بالخف يعني عسوهم عسوهم تشوفهم حماروا من التحت حماروا شوية نحيهم تخليهم شي طيبوا بالزف حتى يبسوا هاملك بعد ما طابوا شوفوا قاعدوا كيما راهوا ما حبطوا ما وعلوا شوفوا وجو طريين ومقرمشين يعني مرملين يدوبوا في الفوم جو بزف بنان الحبة تتمسوها تتكسر هدي كامل خرجت لي هنا يدرتهم كامل في سنوة واحدة انا دي ديراء الحبات كبار انتوما لادرتوا ربتي فوق ولا ولا يعني شكل كان صغير ها كده هتخرج لكم اكتر من هاكده هنا يحكمت 150 قرام هكتر شوكولاتة سوداء استعملت دادا دوبتها في الميكرووند ولا دوبوها في حمام مائي كما حبيته مزلت لها حتى حاجة بشي بالخف تنشف ولجتكم بزف تقيلة زيدوا لها واحدة المغرف الصغيرة تعزيت ما تكثروا لها شتزيت بس كتولي لكم ما تنشفش وغلاسيتهم بهذه الطريقة غير شوية شوية في الجوانب اكو تعرفوا دلال يحبوا يموتوا على حاجة فيها الشوكولات شوكولات ان شاء الله هعودة موافقة على الولادنا ان شاء الله ربي ينجحكم كامل يا ربي ان شاء الله ربي ينجحكم كامل لولادكم مع ولادي ان شاء الله ويفرحكم يعني بهم هذه هي الحاجة لتفرح هي نجح ابنائهم هامليك بعد ما كملتهم تقريبا كامل هادو ملي درتهم دي باتوني والباقي هنا يوم لسقطهم بالمعجون انا كان عندي دي جاهد المعجون هاد القرعة بزاف بخاتي كان عاونتني لسقط حبا بحباها قدايا هادو ملي درتهم باش نشربوا بهم قهوة حليب ووالا من بعد قلسيتهم بعد ما لسقطهم قلسيتهم في الجوانب نفس الطريقة فعلا هدا هو الشكل النهائي تحوم جاو قتلكم جاو من ارواع ويكون وصفة هادية قتلكم وصفة نجحة مليون بالمائة مستحيل ما تنجحوش فيهم استعملوا الباتور السخطولة كانت لا كنتيتي صغيرة على المارغارين الباتور يحكمها كامل يعني تحكموا فيه كما حبيته ومشي كما البيتخان تقعدوا اشاك فا تكورني وفي فليكوتي هكدايا وتحبطوا فيهم بلا سباتشول وهنا يا راني رايح اندقهم باش نوريكم القاوم تحوم جاو قراف قراف قدلكم الحبة اللي تمسوها تكسرو بزاف بنا هادك البخفة هادك زاد لهم واحد البنة هايلا يعني اعطاهم واحد المادق مع هاديك شوكولة جاو قراف قراف بنا ان شاء الله تجربوا الوصفة هادي وتنال اعجبكم يا ربي وما تنسوش تخليوا لنا تعليقات ولا اي استفسار خليهوا لي اسفل الفيديو وما تنسوش جامو باختج الفيديو لأول مرة تشاهد قناتي ديل اابوني بشي لحقها ده من جديد تاعي وقلكم تبقى على خير موسيقى